اشتركوا في القناة رح اغسل الكرس عندي كيلو ونص من الكرس الاحمر رح اغسله بشكل جيد واتركه حتى ينشف من الموية تماما رح ابدأ بازالة الايدان والبذور من حبات الكرس افضل طريقة لازالة البذور هي الطريقة القديمة مجرد ما نضغط بايدنا على حبة الكرس رح تطلع معنا البذور بكل سهولة رح يطلع معها قليل من الماء فنحتاج هذا الماء يقطي المربى دون كثير جميل اما الكرس طعمه يختلف ممكن يكون حلو ممكن يكون حامض الكرس الحلو لكل كيلو من الكرس نحتاج الى كيلو من السكر اذا كان الطعم حلو اما اذا كان طعمه يميل للحموضة ممكن نضيف كيلو وربع وبعد ما ننتهي من ازالة البذور والايدان هذا شكل الكرس محافظ على قوامه بقى منه كيلو رح اضيف له كيلو من السكر رح اضيف السكر واخلطه بشكل جيد واحركه من وقت الى اخر رح اتركه من 4 الى 5 ساعات حتى يذوب عندي السكر هاي الطريقة مجرد ما يغلي اندنا المربى رح من يبرد نحطه بالقطرميس الزجاجي يعني ما نعرضه لاشعات الشمس ممكن تتركه المربى مع السكر بالمطبخ بدرجة حرارة الورفة مع التحديق المستمر حتى يذوب عندي السكر اما اذا في اندكم شمس ممكن تحطوه بالشمس من 5 الى 6 ساعات وتغطوه حتى يذوب اندكم السكر تماما انا حطيته بالشمس رح نشوف مع بعض الكرز بعد ما ذات رح نحطه بطنجرة الطبخ ونحطه على نار متوسطة وهاي عندي الكرز بعد 6 ساعات تقريبا رح نحطه على نار تكون النار متوسطة في البداية مع التحقيق من وقت الى اخر من يغلي عندي المربا رح اخفف النار رح اضيف كوب من الماء وبدأت تتشكل عندي الرغوة رح اشيلها كل ما تشكل عندنا الرغوة رح نزيلها بالملعقة وضروري تكون الملعقة جافة من الماء تماما اخذ تقريبا على النار مدة الطهي ساعة تقريبا وبدأ المربا وبدأت حبات الكرسة الضاعف ما شاء الله تغير لونها رح نبدأ بعملية الاختبار رح نضيف قليل من القطر او الشيرة تبعة المربا نحطها بطبق من يلتصق القطر على الطبق يعني انه المربا جاهز ونضيف له بالمرحلة الاخيرة ملعقة صغيرة ملعقة الشاي من الملح الليمون بعد ما نضيف ملح الليمون رح نتركه خمس دقائق غلي على النار تكون النار هادئ مثل ما تلاحظونها ازاي حبات الكرز ما شاء الله لونها جميل وقوامها مثل ما هو هذا دليل انه ازالة البذور بهاي الطريقة افضل لحبات الكرز من اللاحظ انه بدأت تظهر هاي الفقاعات بهذا الشكل عندنا المربا جاهز رح نطفي النار وهاي الشكل الاخير الوصفتنا اليوم هذا قوام المربا كل ما تركنا يبرد كل ما ثخن معانا اكثر رح نحطه بألب زجاجية ونترك الألب على الهواء حتى يترك الطبقة أو وطا على سطح الألب الزجاجية هذه الطبقة رح تحمي المربا وما تخرب معانا حتى لو وضلت سنتين وصفتنا خلصت اليوم وأتمنى تستفيدوا منها وتجربوها وصحة وإلف عافية أشكركم كثير على حسن المتابعة والمشاهدة تحياتي لكم وأترككم بأمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر